اشتركوا في القناة 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 فلقى عجب كبير وبيها كنت غال نرجع من بعد في شهر سبعة الفين وطلتاش باش نوقع ونمثل المغرب العربي في العالم العربي هو را نفس شي حيث كترسمي على اللوحات كترسمي على الكانباس اللي هي الكوتون مئة بالمئة وكترسمي على الحويج را كترسمي غير هو المواد اللي كتختلف حيث المواد اللي كتبقى في الحويج ماشي هي نفس هذه اللوحات انا بديتها بالضحك حتى هي وصدقت معي بديتها بحويجي بقات فيهم السباغة وكوشيتي يقول لي زوينة زوينة من بعد وقلت علش لوحاتي ما نطبقاش على الحويج منها تكون فكرة جديدة ومنها حتى اللي ما يقدرش يقتاني لوحها يقدر انا بعد المرات كان بغيلي بشي حاجة تكون ما كينعش فوليت ولفت حتى انا من تكون عندي معارضي كاللبستيل ديالي ما لبسوته شي واحد وهذه الراستين انا بجدرتها والحمد لله دا بولا كل شي كيلبس الفن على الأزياء صلى قب كنت بدأ بقنات كبيرة مشهورة في العالم العربي كانت دائما كتقول لي كتمنتلي تاريخ بلادك في المعارض ديالك وإلا انت سافرت بلادك ما من بعد كنت جتني الفكرة اول عام جيت العام الثاني انا ندر تماجز ثقافاتهم بالمغرب والامارات دعيت خمسات الفنانين من كبار الفنانين عبد الفتاح الهراوي صرحاني اللي كانوا جهلهم تحية بزاف وزبتهم الامارات باش نديرو شهر فنتشكيلي المغربي فدرنا اول مرة السنة اللولى ايدي سون وان و ايدي سون تانية ومن بعد منها تلقبت رسميا كان بحضور سعادة السافير المغربي محمد ايت وعلي ومدير وصاحب الارت هوب لي هو اكبر مجمع قال بانه هي سافيرة رسمية الفنانين تشكيلي وخصة تلقب بيها وتلقبت جنب سعادة السافير المغربي كتعرفي جميعون سلطة ناو كأنه عفتي داك اللي جارين عليه تيخصني كل شهر خصني نكون ديره جوش المعارض هدف بنعينيه انني كل شهر خصني نكون عارضة في جوش البلايس تنقلب بليل ونهار لان تغنيت باش اعتي كندر جميع الواسئل تنقلب تنعيت الناس كنسور كنمشي البلايس جمدي بلاس بقيت كنقلب حتى واللي تقولها شهرتنا وتكون عاني جوش تلسات المعارض بعد منها ولوهو ما تعيطوليها حيث درت سولو اكزبيشن ودرت شباب المغرب شباب وحضارة وكان نجح وكل شي بلاتي يقول اه هدي كتشنو هادشي هذا التقافة بلاتي نعرفوها بلاتي فولوهو ما تقلبوا عليها وخاصة انه اول عرض ليه بوحدة سولو اكزبيشن كان جو ليه جميع القنوات وكان حضور قوي من المغاربة فملقى الاعجاب بزاف ومنها ولت لها دركها الضروف الامارات سافي من بعد منها بقيت كنعرض حتى وصلت لدبال حاليا انا وصلت 82 معرض بالامارات مدة 6 سنين تفرق اللعب انا حلموني وصبحو حقيقة حليت ارتي سيتا نهر واحد جوز 2020 مشفت والدين جولي تقريبا شي دلت سنين مشيت للمغرب باش نزورهم وصلت نهر 12 تليتا سد للمغرب نهر 16 تليتا عادي وصلت رتاحي طلقت لي سدو ساتين تخيبون شوز بالعكس انا فرحانة بيها حيث بقيت عطيت فرصة راسي باش نقسمع اهلي شوية مع بابا وماما حيث ما تلقاش الوقت نهائيا في الماكا مشين للمغرب كتكن عندي 18 يام فبالعكس بقيت معاهم وطورت بزاف الحوايش يعني الحجر الساحي كنت كندير معارك معارد جماعية تنجمع فنانيم جميع انحاء العالم تنديرها ذي ارتويل على مواقع التواصل وكذلك لانست الارتي سيتا ماجازين وبيديت كان نخدم على نوفو كونسيبت وخدمت بزاف الحوايش في الحجر وتحت لي الفرصة انني اولاد بلادي تاهم انقسمعهم شوية ويعرفوني كتر درت كتر من سبعة المعارض في المغرب كنت كل عام كندير معارض نفرادي في مدينة الدار البيضاء في احد الفنادق الخمس نجوم فكل عام كنت كنديرو ومن بعد جيت الامارات فأوريدي كنت فنانا دفا حالينا 18 سنة كفنانا موسيقى أنا قرأت ماركتينج علم التسويق فذك شعلش قدرت وان بلوش جسوي سوسيابل تاني هدرب الزاف مع الناس تاني بغي الناس تاني بغي نعاون الناس فعاوناتني قاعدك شلي تعرفي الدنيا كارما تدير مع الناس تجي بربي لي دير معاك فعاوناتني كفنانا تشكيليا أما الفنان أغلبهم تكونوا مطويين على نفسهم وما تيبغوش بزاف فيهم يسوقوا راسهم وما يطلعوا في السوش الميديا أنا السوش الميديا عندي الحمد لله يعني عندي مزيانة وكفنانا تشكيليا عربية واصلة يعني جبانس أنا اللولة كفنانا تشكيليا اللي ارت انفلوانسر اللي معروفة ك زعما في العالم واقع توصل الاجتماعي فعاوناتني بزاف يعني ضروري يخسل واحد يقلب على راسه الفن بوحده ما ميمكن لكش بحل فنان المطرب والممتيل ما ميمكن لوش هو يمشي ويجيب راسه تيخص الناس اللي يدروا لي ديما خصوا معه ماناجر ديما ولا ما يمشوا صفن تشكيلي غير حنا الفنانين شوية ضايعين ما معطيناش حقنا يعني ما معطيناش الماناجر يخدموا لينا بيهاروا دكش ما امي خدمت هار على راسي ودكش عالش دبه هاد البلاتفورم انني ندعم الفنانين ودكش اللي أنا لقيت صعوبة فيه ان تكون عندهم هما الفرصة انهم يكون عندهم يعني يكون في المتناول ديالهم موسيقى بكمامات من بعض الحجر السرحي قلنا لازم نكونوا بكمامات قدرتهم بالفيلتر فيهم وقايا وبنفس الطريقة بالاصابع الجولي ولقوا الاعجاب بزاف الحمد لله راجح ما جبنات يمشوف يومين تلتشي فستين بون شوز موسيقى اول حاجة الغربة صعوبة وماشي اي واحد يقدر يطور من حاله كل نهار في الغربة انا كل نهار تنحاول نطور من حالي ولكن كيرجع لفضل كله البابا وماما ما خاصة ان بابا يوميا خصو يهدر معايا ويقولي الله وصبري وهذا خاصة انه ماشي سهلة باش تدري مشروع في الامارات وتكوني بوحدك ولا باش تكوني كافلنا في الامارات شوية صعبة يعني تيك انا كلفني بزاف المعارض عاد بديت كندخل ففريمان صعبة ماشي سهلة وكنت كان صبر غانقول لك واحد الحاجة انا من الناس اللي باش نوصلتوا محدة لي اول ما جاءت الامارات خديت الوتل وسالة ليا تحفي كين بدك الابو كين سالة ليا لوقت الفترة جالت الانغاس وانا ماردتش لبالت المو عندي معارضهم شغولة ما مقلبتش بأنني هادك اخر نهار لغت لي اخر نهار وكان عندي ابو دا بي اارت رجحت في الليل وما قولوا لي رقيت محويشي حطانهم لي برا ما علمونيش قولوا لي اه اه ما عيتنا لك البرح وقلنا لك وانا ما كنت شفل على شامب قولوا لي اذا قلوا لي اوكي وابا كنت مخلصة هات الخمستاشر يوم وهم قلوا لي خرجي وهذا انا قلوا لهم بغيت نزيد قالوا لي ما كانش دبي كانت عامرة فول وداباش غادي ندروا لك شي كنت كارية تونوبيل قلت البابا وانا دابا وابا كان احول لي الفلوس خصو ثلث يام واربعين بشي وصلوني وما كانش عندي كانت عندي شميتين درهم فأنت تجدت المعرض في أبودابي فأردني الإصابة لنذهب في تومين في تونوبيلتي يتوصلني الفلوس يعني في عمري يعني بنت في 30 نات حيث فاس جيس كانت عندي جيباني تخينة و تخينة و تخينة و تخينة و تخينة و تخينة و تباتي في تونوبيلتي و هدا قد تباتي عن سحبتها و لا قد تقل فينا أنا اللي أنا قلت طموحي ما غامش عن تشي حد غنسبار ما يجب لي حد خبار و أنا عادي غدا المعرض ما خستي وحدي فرصتني خسني كون كونسانتخي فغنباتي في تونوبيلتي و غنمشي إذا ما حدي أكثر حاجة صعيبة أنها الدار و سوغطو في الغربة و كانت شتا دك النهار من ظهري إمارس ديما في أزددك دك النهار كانت شتا فبالعكس أنا صفرت لبزاف الحوائج باش نحقق طموحي و يوميا كان نقول يلا لميا صفرتي الكتر يلا زي دي صبري وتنحاول ما تدقع الناس اللي دارين بيه بتاقة الإيجابية الموهبة بوحدية ما كتكفيش خشفية الدكاء و الأسلوب و خص كيفاش توصلها الموهبة خصتك تدريها رسالة باش توصلها خصت تكون رسالة فخصت تحطا بين عينيها و تدريها رسالة و أكيد غادي توصل اللو أوف أتركشن على المجادبية بقوة ما كتفكري في الحاجة كتوصل إليها غير خصت تكون مقتانعة ومآمنة بالطموح ديالة أنا من أكتر الناس اللي عانوا منها حيث منين جيت ما كنتش كنت كان حضرة بالمغربية وكي ما تنفهمش العربية بزر فمتي ما تنفهمش كي يقولو السوقتو الخارجية ما تنفهماش قاع و تنجيك تكلبست تعفيف كازا والمغرب تلبسوا اللي بغينا ودكشي والحرية و أنا وليد يا كبري معا في حد الحرية مطلقة جيت لهنا يا تي قوقوا آه مغربي يا هادا ما نقولش كذرا لكنت كان سمع ميديا دائما أقسم بلا حدوك الناس اللي كانوا كي هدروا عليها كاك و في المعارض كي يقولوا لي آه اللي مغربي يا رضو منها البال تيمشوا يحرشوا علي ماني اللي قال غيو دكشي دبتي موتوا عليها وخصوم ضروري مرة في السمانة يفتروا معايا وتيمشوا يحرشوا علي حتى من صحباتي عندي صحبتي عراقية هي سفرت الفنان العراقين هنا تيمشوا عندها تقول لش مصاحبة مغربية تتدير تتفعل تترك تتقول لهم رها دي غير رها دي غير ما تعموش و افكتيف ما كلهم ولو صحاباتي وميمكنش يكون عندي معارض ما يجيش عندي وغيرت لهم ما ديك الصورة نهائيا حيت رغم أنهم قادوني بالها درب الزاف وجرحوني وبكاوني في الليل كنت كان سمعت ندراسي ما سمعت تم قاعد نتحك لهم تنراسي ما تنفهمهم مش وتتجي عندي الفيليبينيا الاسيستانت اللي عندي وتتبقى تقول لي قالوا وقالوا تنقول لها دانك تتوقيش لهم صافي ومن بعد تم تنقول لهم علش انتم ما كتفكروا هكا؟ أنا رو تمبغيكم أنا رو عانتعكم مشكيل علش أنا بنسباليكم صافي حيات مغربية رامح انت التحلقة فبقيت بقيت بشوية بشوية بالمهلتي يتكلبوا دنجال تحية البلادي وشكرا لها المبادرة الجميلة اللي درتوا أنكم جيوا ودعموا بنات البلاد لأنه بزف بشحان مرات هنحتاجوا الدعم من بلادنا اللي هو بلادنا عنده تاريخ وعريق وتي فهمشني الفنون ماشي أي بلاد عنده تاريخ فنتبغي يقول لكم شكرا بزف وأي واحد عنده طموح يبقى ورح تيوصل لي را كل شي عنده ربي قريب غير دعي وردات الوالدين وكل شي توصلوا لي ما تنسوش تزورونا على صفحة رسمية ديال لالا مولاتي واضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد ترجمة نانسي قنقر